بخطام حلقتنا سلمة راح نحكي اليوم عن موضوع كتير حلو وكتير أفهم هو أهمية التراث بالتماسك المجتمعي وأيضا دوره الكبير بخلق نوع من التماسك بين جيل الشباب خاصة يلي ممكن يكون بعض منه ممكن يجهل التراث تراث بلدنا وأهميته الحقيقية وقد هي حضارة بتشكل تاريخنا وجزء كتير كبير من حاضرنا ومستقبلنا صحيح يا فرح واليوم معنا مؤسسة من المؤسسات اللي تعنى جدا بالأمور التراثية وحتى المجتمعية على اختلافها اللي هي مؤسسة موج وضمن هالفعالية راح نحكي عنها اليوم اللي كانت بمنطقة القلمون بالنبك والدير وغيرها من مدن القلمون واللي قدرت أنه هي توصل للشباب لتثقفهم أكتر وتعطيهم معلومات أكتر عن خليني يقول واقعنا وحياتنا وتراثنا ورح نعرف تفاصيل هاي المبادرة بشكل أوسع مع منسقة المشروع وعضوا أيضا بمؤسسة موج ضيفتنا لليوم السيدة رهف غنيمة يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك سعد صباحك وأنا يعطيكم ألف عافية أهلا وسهلا فيك خلينا بالبداية نتعرف أكتر على مبادرتكم بموج اشتغلنا السنة على مبادرة اسمها أحجار المنقلة هنا عدة مبادرات بتخص التراث الثقافي المادي واللامادي اللي بيعنوا بنتطلع على جزء مهم من الماضي هذا الجزء اللي بيربط الأجيال مع بعض بيربط الأشخاص داخل وخارج سوريا مع بعض من أبناء وبنات المنطقة لحتى نكون عم نعزز ونلاقي قناة للتماسك المجتمعي مبادرة أحجار المنقلة كان إلى عدة أهداف أهداف قريبة البدا وأهداف بعيد المدى منها تدريب عشرين يافع ويافعة شاب وشابة على لعبة المنقلة اللي هي تقريبا بلشت تندثر أو بيعتبروها هي لعبة الأجداد والآباء وصار بقى الشغل الشغل للشباب والشابات هو الألعاب الإلكترونية بالإضافة لدور لعبة المنقلة بتعزيز التماسك المجتمعي الدايمة هما هي اللعبة بالجامعات اللي بتكون حولها من كل أفراد العيلة من كل أفراد الحي اللي بيعدوا على باب الدار اللي بيعدوا على المصطبة كرمال نحنا نتبادل وجهات النظر كرمال يحلو أحيان مشاكل كتير أشخاص بالإضافة ما فينا نغفل أبدا مع فكرة كسر الصورة النماطية اللي بتسعى دائما إلى موج أنه هي اللعبة هي موجهة أو هي حكر على الرجال حقيقة موج أشركة جميع فئات المجتمع باللعبة نساء ورجال وشابات وشبان بالإضافة للأشخاص من غير ذوي الإعاقة والأشخاص من ذوي الإعاقة فكان ختامة مبادرة هو يوم مفتوح للمنقلة هي كان مسابقة سبق صغير مين رح يربح بالمنقلة كرمال هو يتشجع وينقل هي الرسالة لأصدقاء أو لزملاء طيب سيدة رافغة نحكي شوي اليوم عن الشيء الضمني ضمن هاي المبادرة اليوم مثل ما قلتي تماسك المجتمعي كتير مهم ويمكن المجتمعات الريفية بنشوف فيها هاي الصورة أقرب شوي من المجتمعات المدنية إذا فينا نقول مدينة وغيرها فأهمية هذا التماسك وتعزيزه ودور المجتمع المحلي أيضا بنقل هاي العادات والتقاليد تماما كنا بدنا نكون إيد واحدة داخل المؤسسات الأهلية داخل المنظمات كرمال نكرث فكرة التراث اللي بيحمل جزء مهم منه لينقلها للأشخاص بشكل كتير ظريف ويعزز قناة التماسك المجتمعي فهي حقيقة رسالة موجهة لكل الأشخاص مو بس مجتمعات الأهلية حتى داخل سوريا أو الأشخاص المغتربين أنه نحن بحاجة نحط إيدنا بإيد بعض كرمال نكمل بهذا المكان الجميل كتير حلوة الفكرة والأحلى منه أنه أشركتوا الشباب بهذا الشيء رغم أنه اليوم الشباب بميلوا أكتر للتكنولوجيا للشغلات السريعة بالحياة ولهذا التطور يليم كان سرق الكل كيف كانت الأجواء المنافسة إذا بدنا نقول ورد فعل الشباب وبقي الفئات المشاركة الفكرة إجت نابعة من عدة الأنشطة يعني الأنشطة اللي اشتغلناها بالتراث هي جاية عن مجموعة من الأنشطة والجلسات اللي عملناها مع الأشخاص المفتاحين بالمنطقة والأشخاص المهتمين بالتراث من أبناء وبنات المنطقة كرمال نخرج بأنشطة مناسبة لجيل الشباب وتلفتهم لتكون قناة نفتح فيها تعزيز التماسك المجتمعي لهيك لقينا نحن كتير إقبال لأنه أساسا نحن أطلقنا استمارة لأخذ الآراء سواء بتوقيت المبادرة أو بنوعية المبادرة واتلاقة رواج كبير فاستمرنا دائما موجود تسعى لإشراك المستفيدين والمستفيدات بالأنشطة اللي عم تشتغل عليها طيب خليحكي شوي اليوم في كتير يمكن شغلات ضمن تراثنا المادي واللامادي البعض مننا أصبح يعني ذكرة مثل ما حضرتك قلتي أنه أجدادنا كانوا بيعرفوا هي اللعبة وما إلا ذلك ليش اخترتوا المنقلة بالذات وقد هي مرتبطة بتراث هاي المنطقة يمكن منطقة القلمون تمام توجهنا للفئة الموجودة بالقلمون الغربي والشباب والشابات الموجودين نحن المنقلة هي جزء من التراث حتى الشكل العمراني إذا توجهتي لعنة على المنطقة هي الشكل العمراني للبيوت مفتوحة في مصطبة بيعدوا عليها كل الأجداد كل الآباء ليلعبوا المنقلة فمو معقولة ضل بس حكر على الأجداد والآباء فهي لازم تنتقل للأبناء كرمال ما تندثر ما اختصرت الموضوع بحجار المنقلة بس على نقل المنقلة نحن اعتمدنا على الموسيقى والأغنية لتكون رسالة إلنا وهي قريبة للأشخاص الموسيقى دائما قريبة من الأشخاص ومن النفسيات لتكون رسالة تحمل الأغاني التراثية ننقلها لكل الأشخاص المشاركين معنا فضمن المبادرة كان في معنى فرقة مركز الثقافي العربي بيبرود لتنقلنا بأجمل أغاني بالإضافة لأنه كتبوا ولحنوا ووزعوا أغنية جديدة بتخص المنقلة بس ضمن إطار الموسيقى الشعبية تبع المنطقة فهي ما اختصرت بس على لعبة تراثية كمان دمجناها مع الموسيقى قدمهم اليوم أنه نحن ما نوقف هون عند هاي الفعالية سواء بلعبة المنقلة أو حتى الكورالي اللي قدم الأغاني التراثية لقدام شو مفكرين وشو محضرين لحن نعزز كمان أهمية التراث والتماسق المجتمعي كل المشاريع اللي نتوجه فيها لموج هي بتسعى للاستدامة يعني نحن بابنا نوقف عند فكرة محددة بلشنا قبل لعبة المنقلة بلشنا بالمسرحيات اللي بتنقل التراث بعدين انتقلنا للعبة المنقلة وهلا عم نحضر كمان اشياء بالكواليس لحتى تستمر مثلا لعبة المنقلة نشرناها بأكتر من مكان بأكتر من مقهى كمان اللي يلعبوها اليافعين واليافعات والشباب والشباب بالإضافة لأنه نحن عم نشتغل شي على السوشال ميديا كمان يكون لنا رسالة مستمرة نشتغل عليها وتنقل هذا الشيء التراثي للأشخاص شو الشيء اللي عم تفعلوها على السوشال ميديا سألت لأنه يمكن هي أكتر شيء اليوم منتشرة بين الشباب وإلى سرعة وصول كتير كبيرة تمام في عمنا فيديوهات عم نحضرها بتنقل التراث بتنقل لعبة المنقلة بتوسق هذا التراث طبعا بالإضافة في مناطق عمنا وعادات لازم لداخل النبك أو القلمون الغربي وخارجها يتعرف عليها ليعرف هاي المنطقة بشو بتتميز فهي يعني رسالتنا عبر السوشال ميديا طيب كتير شوف أنه أغلب الفعاليات لموج هي دائما تاخد المجتمعات الريفية أو خليني أقول ريف دمشق ومنطقة القلمون وغيرها هل رح يكون في شيء توجه للقريب لندخل لمحافظة دمشق للمدن الرئيسية بشكل شوي مختلف عن بنشاطاتكم؟ تمام هلا يمكن طبيعة أن المؤسسة هي من أبناء القلمون فأخذت هذا الطابع فحقيقة نحن في عنا عدة مشاريع في دمشق كان في عنا مشروع صوت وصورة وصدى مع الإعلام السوري كان في عنا هلا عم نحضر لشيء لمعرض فكرمال تشرفونا أهلا وسهلا فنحن دائما مع صلة مع دمشق لأنه إيد واحدة ما بتصفق وضروري كتير أبناء السورية كلها يكون عم يتعرفوا على بعض بدنا هاي الخبرات والفعاليات تيجي لهم إن شاء الله إن شاء الله إيدنا بإيدكم إن شاء الله شكرا لك وأبدي اتمنى لك بقية نهار حلوة تحيتنا أكيد لكل سكان النباك والقلمون ولكل شخص يمكن ساهم بإنجاز حتى يألف عالية شكرا لك يعطيكم ألف عافية وصباحكم غير شكرا لك وشكرا للفريق كمان ترسي يعطيكم العافية